هذه أبرز العناوين رحيمي وبانون في لائحة الأصود استعداد للكان عاجل وليد رقراكي يقرر طرد لاعبين نهائيا من لائحة المنتخب المغربي مدري بولغابون الرقراكي وبونو الأفضل في إفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرج ووضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رحيمي وبانون في لائحة الأصود استعداد للكان حدد الناخب الوطني وليد رقراكي لائحة الأولية للمنتخب المغربي التي سيتم إرسالها إلى الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم في يوم الخمس المقبل وذلك استعداد للمشاركة في نهائية كأس إفريقيا للأمم الكودفورة 2023 وأكد مصدر المسؤول حسب موقع سبورتوان أن اللائحة الموسحة للمنتخب الوطني التي اختارها وليد رقراكي استعدادا لكأس إفريقيا للأمم بالكودفورة عرفت تواجد سفيد رحيمي لاعب العين الإماراتي وبضربانون مدافع قطر القطرية يشار إلى أن نهائية كأس إفريقيا للأمم ستقام في الكودفورة خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى غاية 11 فبراير المقبلين حيث يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات طنزانيا زامبيا والكونغو الديمقراطية عاجل وليد رقراكي يقرر اضطرد لاعبين نهائيا من لائحة المنتخب المغربي يبدو أن مدرب المنتخب المغربي وليد رقراكي في تجاه استبعاد تنائي وليت شديرا وأنص الضروري من قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائية كأس أمم إفريقيا التي تستضف الساحل العج وجاء استبعاد شديرا مهاجم فرزيرون الإيطالي بالسبب التراجع مستوه الفني في الفترة الأخيرة وارتفاع المنافسة على مركزه من لاعبين آخرين مثل طريقة سودالي وأيوب الكعبي أما الضروري لاعب خط وسط بيرل الإنجليزية فقد تم استبعاده بالسبب بوروز عناصير جديدة في المنتخب المغربي مثل أماري تشارتسون وبنيامان بوشواري وبيلا الخنوس ويسعى وليد رغراقي للتحقيق نتائج إيجابية مع منتخب أصود الأطلس في منافسة الكان المقبل بحثا عن تحقيق الثاني لقب للمنتخب المغربي كشف الفرنسي بطريس نوفو مدرب المنتخب الغابون عن اختيارتها لجوائز الأفضل في قارة إفريقيا لسنة 2023 واخترى نوفو في حديثه مع موقع بطولة المصر الحارس ياسيانبونو والمدرب وليد رغراقي ضمن الأفضل بالنسبة له في القارة الإفريقية لسنة 2023 وينافس مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد رغراقي على جائزة مدرب العامة مع كل من الجزائر عبد الحق بن شيخا والسينغالي أليو السيسي ويتواجد الحارس المغربي ياسيانبونو في منافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم مع كل من محمد الشناوي حارس الأهل المصري والكاميروني أوندري أونانا حارس مونشستر يونايتد الإنجليزية ويرى مدرب المنتخب الغابون أن المنتخب الوطني المغربي أفضل منتخب في أفريقيا لسنة 2023 وفسر اختياره للأصود بالسبب أدائهم ووصولهم إلى المربع الذهابي من المونديال ويقام الحفل الرسمي لجوائز الكاف اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة المغربية في مدينة مراقش رياض محرزية تعرض لهجوم شرس من جمهور الأهل السعودية شنت جماهير فريق الأهل السعودي هجوما عنفا على الدولية الجزائرية رياض محرزة بعد التعادل السلبي أمام الرائد برسم الجولة السادسة عشر من دور روشنة السعودية وهجمت جماهير الأهل السعودي لعبها الجزائري بعد إضاعته للعديد من الفرص السهلة في المباراة والتي كانت كفيلة بمنح هدف الفوز لفرقها وخلال خروج رياض محرز من ملعب المباراة قامت جماهير الأهل بتوجه عبارات قوية إلى محرز حيث أطلقوا عليه هتفات بره بره أن تفاشل بدى مستوى غير المقنع أمام الرائد وتعد هذه المرة الثانية التي تهجم فيها جماهير الأهل محرزة بعد التعادل فرقه مع الشباب عقب نشر لاعب تغريدة على حسابه الشخصية بدى فيها راضيا بالتعادل قبل أن يحدفها بعد ذلك بالسبب مهاجمة أنصار الفرق لها ويأتي الهجوم العنيف على محرز من قبل جماهير الأهل في ذل التراجع مستوى الفرق في الفترة الأخيرة حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسبقة دور الرشن السعودية برصيد 31 نقطة حققها في 16 مباراة ويأمل اللاعب في استعادة مستوى المعهود في الفترة المقبلة خاصة وأنه مقبل على خوض منافسة كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر والتي ستقام في الكودفور بالسبب رياض محرز الجزائر تتعرض لمؤامرة كبيرة أكد اللاعب الجزائري السابق الأخضر باللومي أن بلاده تتعرض لمؤامرة كبيرة من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بعد استبعاد رياض محرز من القائمة النهائية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية وفي حوار نجره مع صحيفة العرب الجديد قال باللومي أنا مصدوم لاستبعاد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية وأضف لا يعقل أن تسقط اسم لاعب حصد ثلاثة ألقاب تاريخية الموسمة الماضية مع نادي عملاق بحجم مونشستر سيتي بل أكثر من ذلك كان مؤثرا في أغلب المباريات واعتبر باللومي بأن فريق اتحاد العاصمة الجزائري تعرض هو الآخر للظلم بعدما أسقط من المنافسة على جائزة أفضل نادي في إفريقيا قائلا أنا مستغرب ولا يمكنني معرفة المعايير التي جرى الاحتكام إليها للسبعاد الاتحاد الفائز بلقبين من بينهما كأس السوبر على حساب بطل عصبة الأبطال الأهل المصري وشدد المتحد تدات على أن الجزائر تتعرض لمؤامرة من داخل الكاف معلقا أتفق مع من يقول أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر في أرواق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهذا ليس بجديد فالمنتخب الجزائري مستهدف منذ فترة وكان وليد صادر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن غيابه عن حفل توزيع جوائز الكاف المقارر اليوم الاثنين بمدينة مراكش المغربية مؤكد غياب جميع الجزائريين عن هذه التدهور بعد استبعاد رياض محرز من القائمة النهائية المرشحة لنهي للكرة الدهبية لأفضل لاعبين أفريقي لموسم 2022-2023 أنصير يستحيد لمغادرة إشبيليا وقريب من عملاق إنجلترا يتجه لاعب المنتخب المغربي يوصف أنصير إلى مغادرة نادي إشبيليا الإسباني خلال مرحلة الانتقالة الصيف المقبلة وطلق يوصف أنصير عروضا كثيرة مغرية أبرزها من نادي ويستهام يونيتد الإنجليزي ما يهدد بقاءه مع فريق إشبيليا الإسباني وكتفت إدارة ويستهام يونيتد وتواصل الضغط على الفريق الأندلسي من أجل الموافقة على عرض رحيل يوصف أنصير بعدما فشل الفريق الإنجليزي في المهمة خلال مناسبتين سابقتين وأفشل إشبيليا الإسباني رحيل نجمه المغربي يوصف أنصير في الميركات الصيف الماضي بسبب الشرط المالية التي حددها لبيعها علما أن مهاجم أسود الأطلس فضل بدوره الإستمرار مع الفريق الأندلسي لموسم إضافية ترجمة نانسي قنقر